بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وفخامة الرئيس شاي جين بنغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة تم في دار ديافة في منطقة البحيرة الغربية شي هو بمدينة هنغشة الصينية عصر ليوم الجمعة عقد مراسم للتوقيع على اتفاقيات ثنائية بين دولة ألا كويت وجمهورية للصين لشعبيت ألا صديقين وهي كما يلي أولا بيان مشترك بشأن الخطة الخمسية للتعاون الثنائي بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية للسنوات الفين واربع وعشرين الفين وثمان وعشرون وقعها من الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ سالم عبده الجابر الصباح وعن الجانب الصيني عضو المكتب السياسي للحزب للشيوعي للصيني مدير مكتب لجنة الشؤون لخارجية للجنة المركزية للحزب للشيوعي للصيني ووزير لخارجية وانغيي ثانيا مذكرة تفاهم بين بلدية الكويت بدولة الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية للتعاون بشأن المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات ووقعها من الجانب الكويتي وزير الخارجية للشيخ سالم عبده الجابر للصباح وعن الجانب الصيني رئيس للجنة الوطنية للتنمية والإصلاحة الشانغة الشانجيها ثالثا مذكرة تفاهم بين وزارة الاشغال العامة بدولة الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ووقعها من الجانب الكويتي وزير الخارجية للشيخ سالم عبده الجابر للصباح وعن الجانب الصيني رئيس للجنة الوطنية للتنمية والإصلاحة الشانغة الشانجيها